نروح للأمر الثاني وهو منتخبنا الوطني منتخبنا الوطني اللي عنده إن شاء الله مباراة مهمة ومرتقبة يوم الخميس القادم إن شاء الله هتكون بتوقيت القيرة ساعة عشر ساعة عشر مساء مباراة مهمة أمام غانا دايماً مباراة مصر وغانا مباراة كبيرة نتكلم بنقول دي مباراة نهائية في القرى أو في بطولة أفريقيا لكن صعوبة المباراة جاية من هنا من المباراة الأولى منتخب مصر اتعادل أمام موزنبيك نزع لنا شوية والناس حزينة شوية منتخب غانا بيخسر في المباراة الأولى وأيضاً يعني أداء لا يليق بمنتخب كبير زي منتخب غانا علشان كده هنا صعوبة المواجهة سواء مصر أو غانا كل فرقة لها طموح لها أمل لكن احنا بنتكلم كمصريين طبعاً بندعو ربنا صحنا تعالى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الناس زعلنا علشان المباراة الأولى أمام موزنبيك كانت الناس متوقعة والناس بتقول قبل البطولة مصر من الفرق المرشحة للبطولة وما زالت بعد التعادل أمام موزنبيك أيضاً مصر مرشحة وبقوة إن شاء الله للوصول للنهاي الأفريكي لكن زعل الناس مش من التعادل أو من النتيجة أو بس لا من أداء بعض اللاعبين من الروح اللي ما كانتش موجودة طوال التسعين دقيقة لما بيكون عندك ضربة البداية في بطولة أفريكا لازم ضربة البداية تكون قوية ببعت انذار لكل الفرق إن أنا النهاردة كمنتخب مصر منتخب كبير منتخب أخذ للبطولة دي سبع مرات أنا جاي النهاردة علشان ينافس معايا أفضل لعيبة معايا أفضل لعيب موجود في العالم دلوقتي محمد صلاح معايا أفضل لعيبة موجودة في مصر لعيت النادي الأهلي لمثالة مصر في كاس العالم الأندية وشرفت الكرة المصرية معانا لعيبة محترفة على أعلى مستوى صفى محمد تريزيجيه مرموش مش عايز أنسى حد أيضا معانا لعيبة من الزمانك لعيبة محترمة ولعيبة عندها مسئولية وكل الأندية علشان كده حزن الناس جاء من البداية اللي كانت مخابة الأمان آه ظروف صعبة جو الرطوبة عالية جدا لكن النهاردة لما بتتكلم عن الرطوبة بتتكلم عن الفرقة كلها والفريق البطل دايما ما يفعش بعنده أعزار دايما ما يقبلش بأي أعزار زي ما قلت لحضراتكم الروح القتالية مهمة جدا في المباراة اللي جاية ودي اللي كانت غايبة أمام موزنبيك أتمنى نشوفها من بداية المباراة إزاي النهاردة في توريا يقدر يقسم المباراة بشكل جيد أنت المباراة الأولى أمام موزنبيك سيطرت شوط الأول سيطارة تمة قدرت تخلق فرص ربنا أكرمنا وأحرزنا هدف في الديئة الثانية أو الثالثة من بداية المباراة وإحنا بنقول رطوبة لازم أقسم المباراة زي اللعبة تقف إمتى أقفل إمتى هاجم لازم كل الأمور دي تكون في حسابات المدير الفني النهاردة الهدفين اللي جم جم في دقيقتين الناس يعني خلاص تحس لعبة متخب مصر وإن نازل الشوط التاني كأن المباراة خلصت كأن المباراة حسمت لكن لا المباراة بتخلص مع صفارة الحكم علشان كده ده درس مهم للعبة متخب مصر درس جيف توقيت لسه عندك مبارايات لسه عندك مباراة في دور المجموعات في الأول ممكن إن شاء الله المباراة اللي جاية واللي بعدها ناخد ست نقاط ونتصدر كمان المجموعة لكن فيتوريا لازم يراجع حساباته في التشكيل في اللعبة اللي بتبدأ أنا مش هقول لعبة مين اللي يبدأ ومين ما يبدأش هو أضرب لعبته وهو المتعايش مع الفريق لكن النهاردة إزاي تحط اللعيب المناسب في المورال المناسبة هي مش تشكيلة دايماً سابتة عندي أحطها لا ممكن النهاردة في التشكيلة دي لعب زي ياسر إبراهيم هيخدم أسلوب اللعبة بتاعي عند الروح القتالية راجل جاهز راجل في أعلى مستوى ليه ممكن يكون موجود أنا مش بتكلم على ياسر إبراهيم علشان ياسر إبراهيم النهاردة لعب الناد لاهي لا أنا بتكلم النهاردة وكلنا بنتكلم عن منتخب مصر اللي دي له أولوية ودايماً بنقول للناس انسى الأندية دلوقتي انسى الألوان انسى الأحمر والأبيض والأصفر والأخضر النهاردة منتخب مصر منتخب مصر هو الأول وهو ده اللي احنا تعلمناه في النادي الأهلي نادي الأهلي